غسل النبي صلى الله عليه وسلم لما بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة وذلك يوم الثلاثاء أراد آل النبي صلى الله عليه وسلم غسله واختلفوا في ذلك فقالوا والله ما ندري كيف نصنع أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فأصابهم كلهم النعاس فناموا جميعا وسمع صوت يقول لهم اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فلما استيقظوا أخبر بعضهم بعضا بالذي سمعوا فقاموا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملابسه بأبي هو وأمه وكان الذين ولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والعباس وأبناؤه الفضل وقثم وأسامة بن زيد وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين فكان العباس والفضل وقثم يقلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وشقران يصبان الماء وعلي بن أبي طالب يغسل النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن بأبي هو وأمه في ثلاثة أثواب بيض ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم على سريره في بيت عائشة رضي الله عنها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذن للناس بالدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلوا عليه ولا يأمهم أحد وهذا أمر مجمع عليه ولا خلاف فيه قال الحافظ ابن كثير وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم فرادا لم يأمهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه